السلام عليكم من غزالة ديالي مرحبا بكم من جديدة لقناتي شهوة ام انصف معكم فرح فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفة اليوم كيفما كتشوفوا هي تحلية كتجي رائعة بزاف والديدة البنات كنتمنىكم تجربوها ومن الاعجاب ديركم وكيف العادة اللي جربتوا الوصفة اللي شاركت معكم وعجباتكم تخليوا اللي يلاقيكم في التعليق وتبارتاجوا الفيديو مع حبابكم وصحابكم باش تعمل فائدة وما تنسونيش كيف العادة ودائما بلايكاتكم وتعاليقكم الجميل اللي كتفر تطرحني بزاف بزاف وتشتركوا في قناتي لكنتو ما زال ما مشتركين شو شو اول مرة كتدخلوا ليها وتضغطوا على زر الجرس باش يوصل لكم كل ما هو جديد او فيديوهات جدادي لتنزل خليكم معي اه 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 تبتين مات الفيديو للاخر وفرجة ممتعة ونبدأ بسم الله على بركتي الله اول شي غدي نحضر الكراميل اللي غدي جي في القاعد الكوس غدي ناخد هنا تقريبا واحد الكاس عنباما عمرشم السكر سانيدة غدي نوضعه في كاسرونة وغدي نحط الكاسرونة اللي اللي اعلى نرليه تكون المهيلة كيف ما كتعرفوا الكراميل متان حركوش نهائيا كنخلي ودك سكر حتى كي بلنا رابدك يدوب من الجوانب وكنحركوا الكاسرونة به هالطريقة هالي حتى كي يدوبوا كل حبيبات ديال السكر كاملين وكي يدهب لنا اللون به هاتشكل هذا ردوا البال البنات ما تخليوش حتى يتحرق لتحرق غادي جي المضاق دياله مر وما غادش يجيزوين نهائيا فهاتح لي هاتي مباشرة بعدما كي وجددنا الكراميل كنوزعوه في القاعد الكووس به هاتشكل هذا يعني كنفرغو فقط واحد كيميالية قليلة وكنخليو الكووس ديالنا على جنب ونشيو باش نحضره الكريمة بنسبة الكريمة غدي نحتاجو فيها سترو ديال الحليب مع مئتين مليلي لتر ديال الكريمة السائلة ما يعادي الكاس عنباما ممتلئ جيدا وعندي ثلاثة لتخلط مع الكبارين السكار بنسبة السكار تقدروا تنقصه او لا تزيده في الكمية عندي جوج اكيز ديال فلون ديال درهم بنسبة طريقة كنظر كل شي كيعرف يحضر الفلون طريقة كيف المعتاد سهلة بزيف تنخلطه جميع المكونات ديالنا اللي هي الحليب مع الكريمة وسكار والفلون ايضا بنسبة الفلون استعملت فقط هذا درهم تقدروا تستعملوا ديال فاني او لا ديال كراميل وتقدروا ايضا تستعملوا ديال الموز علاش الله يعني حسب الدق ديالكم سنخلط المكونات ديالي كاملين بارد في بارد باش هكامي تكتش عندي الفلون في الحليب ومن بعد غدي نحط الكاسرونة ديالي على نار تكون متوسطة مع التحريك مرة 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 حتى كيوجد عدنا الفلون كيوصل دراجة الغلايان ومن بعد غدي نوزعوه على الكووس بهذا الشكل هادا البعض الكمية اللي غادي تحصلوا عليها فكتبقى على حساب الحجم ديال الكويسات اللي استعملتو بنسبة له هاد الفيغيل اللي استعملت انا راه الحجم ديالهم صغير خرجتلي تقريبا 12 كاس إلا استعملتو ديفيغيل اللي هما كبر من هادا هادا تخرج لكم 6-3 مليا ديال كووس ودائما راتيبقى على حساب الحجم اللي استعملتو ديال الكويسات سوف نضيف الكؤوس على سطح العمل حتى تتبط لهم درجات الحرارة ومن بعد سوف نضيف الكويسات على الأقل 3 ساعات إذا قدرتوا تخليهم أكثر سوف يكون أحسن بالنسبة للطريقات التزين فتتبقى اختيارية وحسب الدق بالنسبة لي أنا سوف نضيف الكويسات بالكريمة الشانتي اللي كنت مطلعها من قبل درتها في بوش ودرت بها وريدات بهذا الشكل هذا صراحة أعطت واحد من يمكن لي وزوين بزاف وراقي لها التحلية ونزين أيضا بخطوط سلسلة الكراميل سوف نكمل تزيين التحلية بنفس الطريقة على هات الشكل هذا ومن بعد سوف نضيف رشيشة خفيفة اللوز اللي كنكون محمرها ولمشاها من قبل سوف يعطي واحد المعداق اللي يزوين وخاتير بزاف هاد التحلية ويعطينا أيضا ديك تقرميشة من يمكن ناكله في هاد التحلية إلا ما كانش مطابع الحال غادي تستغنوي لي وإلا كان سوف يكون أحسن فاستعملوه كي يعطي واحد لوغو لي وزوين بزاف بزاف لها التحلية هاد سوف يتبقى هذا هو الشكل ديالها بعد ما زينت الكويسات ديالي كيجوا رائعا شكلا ومداقا أيضا هنا غادي نوريكم القوام ديال الكريمة كيفاش كيجي كيجي كريمي وكيجي خاتير بزاف كيجي الماداق رائع بزاف البنات ان شاء الله حتى تجربوها وغادي تعرفوني على شكن دوي كنتمنى حتى انتم ممنين تجربوها تنال إعجاب ديالكم وما تنسوش كيف العادة إلا جربتوا الوصفة اللي شاركت معاكم وعجباتكم تخليوا لي رائكم في التعليق وتجعوني بلايكاتكم كيف العادة وتشتركوا في قناتي إلا كنتوا أول مرة كتزوروها وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهاتي ووصفاتي شكرا لكم بزاف على المتابعة وعلمساندة الطيبة ديالكم وشكرا لكم أيضا على التعليق الجميل اللي كتخلي وليارها كتفرحني بزاف منين تنقراهم كنقراهم كاملين ومن هنا غادي نودعكم وغادي نخليكم في أمان الله وإلى اللقاء إن شاء الله في وصفة قادمة وفيديو جديد إن شاء الله دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء كنتم مع فرح من قناة شيوات أم إنصاف